أيضاً مشاهدين ينضم إلينا الآن من الكويت الدكتور إياد علاوي رئيس اتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراق الأسبق أهلاً بك دكتور معنا وشكراً على تلبية الدعوة يعني بداية أبدأ معك مباشرة بالحديث ما بين فترة إياد علاوي كرئيس وزراء أسبق والآن محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد ما التغير الذي شهده العراق؟ والله تراجع كبير مع الأسف بعد الوزارة الأولى التي كانت وزارة كفوة والتراجع يصب في ثلاثة اتجاهات تراجع في السيادة الوطنية وثانياً تراجع في الوحدة المجتمعية والوحدة الوطنية وثالثاً تراجع بالأضواء الاقتصادية هذا اللي حصل طيب الآن ما التغير الذي من المتوقع أن يشهده العراق؟ بعد تكليف محمد علاوي بالحكومة الجديدة والله هي مقضية الأخ محمد وهو أن يكون رئيس وزراء وإلى مهذا المشكلة المشكلة هناك عقبات كأداء في العراق منها أنه تدخل إيراني الواضح في صياغ السياسات العراقية الستراتيجية وفي القرار السيادي العراقي هذا أولاً ثانياً هناك ميليشيات منفلتة هي تسيطر تقريباً على الشارع العراقي وهناك ضعف في بنيان ما يسمى بالدولة هناك لا دولة الحقيقة لا يوجد دولة هناك ضعف في بنيان الدولة وهناك مجلس نيابي ما أجأ بإرادة شعبية وإنما جاء بنسبة قليلة من الناخبين لا تتجاوز العشرين بالمئة في أحسن الحوال التي صوتوا من الناخبين على هذا المجلس وحتى هذا العشرين بالمئة كان هناك عمليات تزوير وشراء وبيع كبيرة لهذا هناك عقبات كأداء ستواجه الحكومة الجديدة سواء كان محمد أو غير محمد بها طب إذا ما دخلنا في تفاصيل المشهد العراقي تحديداً فيما يخص الانقسامات الحاصلة في الشارع العراقي هناك من يتحدث حول موضوع إعطاء فرصة لمحمد توفيق علاوي وهناك من يرفض إعطاء هذه الفرصة تماماً جملة وتفصيلة برأيك في هذه المرحلة الحالية إلى أين سيتجه الشارع العراقي في نهاية المطاف والله هو مقضية الفرصة هو قضية من يحكم العراق الآن السؤال الكبير هو من يحكم العراق الآن يعني العراق ليس بلد سيادة كاملة آها وبلد يخضع لأهواء وإرادات قيمية وإرادات دولية بالإضافة إلى إرادات مسلحين في داخل العراق ففي هذا الجو الملبت بالغيوم السوداء والداكنة هل يستطيع أحد أن ينجو بنفسه وينجو بالعراق ويوصل العراق إلى طرق السلام؟ هذا أولاً ثانياً من يأتي بإرادة إيرانية ومن يأتي بإرادة ميليشية لن يستطيع تحقيق رغبات المجتمع العراقي في التقدم والاستقرار ولهذا أحنا قلنا وأنا خبرت الأخ رئيس الجمهورية وخبرت الأخ حتى عادل على المهدي أن الطريقة الوحيدة هي الاستماع إلى الجماهير وصوت الجماهير التي يعبر عنها المتظاهرون السلميون هذا هو المفروض يستمع له وحتى اقتراحة اقتراح عملي على الأخ رئيس الجمهورية قلت أجيب ثلث من القوى السياسية التي لم تتكف فساداً ولم تقتل أو تساعد على القتل ثلث من هؤلاء يأتون وثلث آخر من المتظاهرين والثلث الثالث هو من النقابات والانتحادات وهؤلاء يقررون من يكون رئيساً الوزراء وكيف يسير الأمر أما القرار الذي يأتي من خارج الحدود فهو قرار بائس وخائب أولاً والقرار الذي يأتي من مجامع من المسلحين أيضاً هذا قرار خائب وبائس ونرى القتل الآن يجري يومياً أنهر من الدم تسير في الشارع العراقي ما بين قتل وجريح ومختطف ومختال وإلى آخره نعم دكتور إياد هذا هي القصة ليس قصة فساو عدم ولكن أنت ما تحدث به بأن الموضوع ليس مرهون بشخصية من ستكون كرئيسة وزراء هي مرهونة أكثر بالتبعية والإملاءات التي تفرضها إيران وبالتالي كأنه نتحدث عن واقع متشائم فيما يخص الداخل العراقي لا 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 أنا لا لا أنا ما قلته شيء أنا قلت الذي يأتي بإرادة خارجية والذي يأتي بإرادة ميليشيوية لن يستطيع بس إذا أجأ من المتظاهرين نعم يستطيع بس لو كانت الحكومة الحالية تريد فعلاً أن تجد شخصية كما يريد المتظاهرون لكان وصل حتى الآن لأن كل الاختيار كانت مخالفة لما يريده الشارع العراقي حضرتش تعرفين أنت الشارع العراقي هذا يبادل الآن هذا يقتل صحيح الشارع العراقي الذي يذبح يومياً على مرأة من العالم وعلى سكوت مطبق من العالم فليش يعني كيف نسمح أن يحصل هذا لشعب العراقي ولماذا لا يكون البديل هو من الشعب العراقي لماذا نحن السياسيين الذين أفسدنا البلاد لماذا نأتي مرة أخرى إلى الحكوم لماذا لا يأتي من الشارع ومن المتظاهرين لماذا لا يسأل المتظاهرون أنفسهم من يحتاجوا ليكون في الحكوم وهم سموا أسماء ما أذكر من هي سموا أسماء لماذا لم ينتفت لها رئيس الجمهورية لماذا لم ينتفت لها المسؤولين الآخرين ما يجوز هذا الكلام يعني أنا مدى الشائم لكن دعا أذكر واقع الذي يأتي بإرادة إيرانية يجب أن ينصع لإيران ومن يأتي لإرادة مليشاوية يجب أن ينصع المليشاويين وأما من يأتي بإرادة عراقية فينصع العراقيين وهذا المطلوب لا أكثر ولا أقل طيب طيب يعني دعنا ندخل بموقف بموقف التيار الصدري يعني دكتور إياد أنتم كنتم من السياسيين القلائل الذين تحالفوا سابقا مع التيار الصدري بالتالي صورة المشهد اليوم وما قام به التيار بحق المتظاهرين هذه المآلات التي تجه إليها مقتضى الصدر لم أتحالف لم أتحالف في أي يوم من الأيام لم أتحالف لي نقول تعاون أو ربما نوع من التنصيق لم أتحالف مطلقا لم يكن هناك أي تعاون لا 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 أنا أعرف التيار الصدري وأعرف التيارات أخرى وأنها علاقة بكل التيارات المختلفة أما التحالف وما تحالف هذا ليس صحيح طيب الآن ما يقوم به مقتدى الصدر برأيك إلى أي مدى كان متوقعا هذا التحول بالاتجاه بداية قام بالتجريع على هذه التظاهرات والوقوف إلى جانبها والآن تغير الموقف تماما والله هو بصراحة أنا لا أريد علاق على موقف الأخ مقتدى لكن التاريخ يشهد عن مواقف مختلفة وأنا لا أريد أن أخذ بهذه العملية بالمباشر بالفضاء هذا لكن أنا لكلامي مع الأخ مقتدى ومع الأخوان اللي معاه وأنا لا أرى أن هذه العملية هي عملية تصب في مصلحة الأخ مقتدى أو تصب في مصلحة العراق حقيقة يعني حتى الآن واضح بأن الشرع العراقي لن يتراجع عن مطالبه سيستمر بالخروج في هذه التظاهرات إلى أي مدى الآن في ضوء كل هذه المعطيات هل من الممكن أن يتم احتواء الأزمة عبر الحوار أم أن مرحلة الحوار انتهت الآن لا لا مرحلة الحوار قد ولت إلى غير رجعة وأنا ما أعرف أنه الظاهر يبدو لي هكذا أنه المسؤولين أو القائمين على الأمور أو اللي يحبون الاحتفاظ بكراسيهم ومواقعهم يرفضون الفهم ما حقيقة ما يجري في العراق ما يجري في العراق هي ليست احتجاج وهي ليست مظاهرة وهي انتفاضة جذرية ترفض الواقع العراقي وتريد تأسيس واقعا جديدا يلبي حاجات المجتمع العراقي الذي سحق سحقا حتى العظم بالسنوات الأخيرة لهذا لن نبسط الأمور حقيقة وأنا أتحدث مع حضرتك أنا ماذا أشوفك ما أعرفك بس الحديث عن مظاهرة وعن تجربة وعن كذا هذا مو صحيح هناك منعطف وانعطافة تاريخية وأنا أقول لك أنا على احتكاك بالمتظاهرين لن يتراجعوا حتى لا يبادل شعب العراق عن آخره لن يكون هناك تراجع على الأطلاق نهائيا وإنما سيكون هناك تقدم وستكون هناك انضمامات جديدة إلى هذا الموضوع وأنا شخصيا أنا شخصيا أنا مجي إلى الكويت الآن لاجتماع المجلس العلاقات العربية والدولية ولشرح آفاق هذه المشكلة إلى الأخوان العرب في هذا الاجتماع وثانيا أيضا يجب أن نعرف أنه أنا وبصراحة أنا رتبت منفذ إلى المتظاهرين إلى جامعة الدول العربية وسأرتب لهم منفذا آخر على البرلمان الأوروبي جميل جدا نحن نريد خدمة الشعب العراقي ولا نبحث عن مواقع مسؤولية طيب أنت تتحدث عن تواصلك مع المتظاهرين بالمقابل هل لك أي تواصل مع القادة السياسيين في العراق دكتور رئياد على الأقل لتتحدث معهم لتقنعهم بأن عليهم الاستماع إلى مطالب هذا الشارع المعضل عند الطبقة السياسية وليست عند المتظاهرين والله يا با أحكي لك أحكي لحضرتك أنا تواصلت مع الأخ رئيس جمهورية إلى أن اكتفيت وتواصلت مع رئيس الوزراء إلى أن اكتفيت يعني الرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المادي قبل ما يستقيل وتواصلت مع القادة السياسيين كلهم عدل ميليشيوين تواصلت معهم بكل وضوح وآخر والتواصل كان معي لهم بالتليفون اليوم مع ثنين منهم من القادة السياسيين ونبهتهم عن مخاطر عدم وجود تصور واضح لما يحصل في البلاد وإذا كانوا يعتبرون هذه المظاهرات عابرة فهم خطانين وغلطانين وقلت لهم إذا هذا الذي يحصل هو تآمر على العراق من هؤلاء المتظاهرين فالتآمر هو العكس إخفاق الحكومات المتعاقبة في أن تؤدي ما عليها إلى هذا الشعب الكريم هذا هو الحقيقة التواصل أنا متواصل وأنا اللي افقضت على الأخ رئيس الجمهورية أن يجتمع بالمتظاهرين والتق بيهم طيب الآن لكن رئيس الجمهورية ما بيضعها الضغوط ما بيضعها يعني الدستور هذا الخائب الدستور الخائب العراقي ما يضطي صلاحية لرئيس الجمهورية أن ينسوي أي شيء وأنا أجمعت النقابات والاتحادات التي هي تمثل المجتمع المدني في العراق مع رئيس الجمهورية ومع المتظاهرين وقدت أن أجمعهم مع الأخ عادل عدل مهدي بس الأخ عادل آثر على الاستقالة عن الاستمرار في مسؤولياته وأنا أعرف الأخ عادل معرفة جيدة عادل يعني رجل عدى أسرار ورجل عدى عناد وعدى كبرياء لكن شاف الطريق مزدود لا هو قادر على عمل شيء ولا هو يقدر ينسجم مع المتظاهرين فآثر على ترك الموقع والاستقالة ومن دون أن يوجه القوات الأمنية أو بعضها على الأقل أو كلها أن تتحفظ من استعمال العنف تجاه المتظاهرين وهذا خطأ وخطيئة كبيرة جدا طيب ما يحصل اليوم من قتل وذبح أما ميليشيات وأما بعض القوى الأمنية في العراق طيب في ضوء كل هذه المعطيات وكذلك السكوت المطبق على ما يحصل في العراق في ضوء كل هذه المعطيات دكتور يعني برأيك هل من الممكن أن يتم الوصول إلى تطبيق حل سريع الآن والله يجب أن تنتصر جهة من الجهات أما الشعب ينتصر وأما الميليشيات تنتصر وأنا مدى أشوف أنه الميليشيات تقدر تنتصر ولا أدى أشوف أنه إيران هي التي ستنتصر على المنطقة وعلى العراق إلا إذا أمريكا اصطفت مرة أخرى وهي إيران مثل ما اصطفت الإدارة الأمريكية في زمن أوباما مع إيران هذا إذا حصل فطبعا الشعب سيبقى يناظل من أجل استحقاق حريته وكرامته أما إذا ما حصل فبالتأكيد سيكون النصر بجانب الشعب العراقي بإذن الله تعالى نعم نعم طيب دعنا نتوقف حول موضوع الدستور أو مشكلة الدستور العراقي الذي يتم الحديث عنه مطولا يعني كيف يمكن أن نلخص مشكلة الدستور العراقي هل هو بإعادة كتابة الدستور أم جزء منه أم ربما لا أدري يعني ولكن أود أن توضح لي أكثر هذه الإشكالية والله أنا جاهز وضح ليسل حضرتك تعرفين حضرتك الدستور وثيقة مهمة تنظم الحياة وتنظم طريقة السلطة وإدارة البلد وتنظم الحقوق الأساسية للمواطنة مهيشي هذا الدستور لا عدنا حقوق أساسية المواطنة ولا عدنا احترام لحقوق الإنسان ولا عدنا وضوح في كيفية إدارة الدولة بدليل أنه لا يوجد قانون لتوزيح الثروات المالية في العراق لم تحل المشكلة مع أقليم كردستان لم تحل المشكلة بين بغداد والمحافظات لا يوجد قانون للنفط والغاز لا يوجد مجلس اتحادي لا توجد محكمة اتحادية هذه كلها موجودة في الدستور ولكن لا توجد قوانين يضاف إلى هذا لا نعرف ما هو السر في موضوع رئاسة الجمهورية يسهر على الدستور ماذا يعني كلمة يسهر على الدستور شو يسهر على الدستور يقعد يشرب لها وسكي ويقعد يسهر على الدستور كيف شو يعمل على الدستور يسهر على الدستور شو هي صلاحيات رئيس الجمهورية شو هي حدودها شو هي قدراتها شو هو المسموح له شو هو المسموح له شو هو المسموح لرئيس الوزراء هذه كلها مبهمة مسائل مبهمة بالدستور يجب أن يعاد وتعاد مناقشة الدستور وليس من قبل سياسيين مثلنا نحن جاءنا سياسيين معارضين لنظام صدام وقعدنا نريد نكتب دستور وأمريكا يلا يلا كتبوه الحمد لله أنا مشتركت بي كتبوه كتبوه ثلاثة شهر شهرين هذا الموضوع أيضا يطبق على مفوضية الانتخابات دكتور قلت لها أنا وقتها القندليز رأيس أعتقد ومفوضية الانتخابات المفوضية الوحيدة اللي أنا أصريت أنه حتى الأمم المتحدة مكتبها في بغداد لا يتدخل وأنه من نيويورك هو المفوضية الأولى اللي شكلت في وقتي والآن الكل الحقيقة يعني كل الأطراف السياسية بدون تردد كانوا يتأملون أن تأتي مفوضية بهذا المستوى أما المفوضات الأخرى فهي بعد جاءت كلها على أساس المحاصصات ولم نتدخل ولم أسمح لأحدا أن يتدخل وإنما تركت الخيارات في نيويورك في ألوان المتحدة من خلال عمل شورت لست وبعدين مقابلات مع المعنيين واختيار من يصلح شكراً أعذرني دكتور انتهى الوقت المخصص من الكويت الدكتور إياد علاوي رئيس اتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراق الأسبق أشكرك على تواجدك معنا شكراً لك شكراً لك